السلام عليكم ازاكم شباب الفيديو ده هنراجع فيه قوانين وافكار الماغنيتك تورك وياريت لو حد عند اي سؤال يبعث لي على الواتساب الاول يعني ماغنيتك تورك الماغنيتك تورك ده ما يبقى عندي two force opposite indirection بس ملهمش نفس الworking line لو ليهم نفس الworking line يبقى هيكانسلوا each other لو two force equal opposite indirection هيكانسلوا بعض هيبقى ال summation بتاعهم او resultant بتاعهم ب zero لكن لو two forces ملهمش نفس الworking line هيدوني حاجة اسمها تورك وده اللي احنا عايزين نعرف دلوقتي تورك اللي بيقص على rectangle coil الكويل ده موجود في ماجينتك فلاكس وماشي فيه electric current يعني لو جبت دلوقتي كويل متكون من لفة واحدة او كذا لفة in turns ومحتوط في ماجينتك فلاكس from left to right وماشي فيه electric current زي ما احنا شايفين كده clock wise ساعتها هنلاقي ان السايد اللي فوق ده والسايد اللي تحت هم بارة للماجينتك فلاكس فما فهمش فورس لكن lens ده واللنس التاني ده two sides دول بيتأثروا ب two forces opposite indirection one inward و one outward واللتنين ملهمش نفس الworking line بساعتها هيعملوا لي torque وهيخلوا الكويل ده يلف طيب الترك او تو ده بيتحسن من قانون بيان sin theta الماجينتك فراكس اللي محطوط فيها الكويل والالكتور current and tenis اللي معدية جوه الكويل وarea of face of coel سواء كانت rectangle او square او circle و number of turns و sine theta والثي تا دي هنتكلم عنها في الجزء الجاي الجزء AIN ده اللي هو magnetic dipole وده vector perpendicular على face area of the coel ممكن نقوله انه هو equal if fn او equal torque على b sine theta طيب عندنا two cases عندنا لو الكويل كان perpendicular على flux او الكويل barrel flux المرة دي الحالة دي هي اللي بزيره والحالة بتاعة ال barrel هي maximum هي اللي بيان من غير sine طيب دلوقتي السيتا دي هي الجزء اللي ما بين magnetic dipole والmagnetic flux عايز تعود في sine theta شوف الانجل ما بين magnetic dipole وما بين flux بكم هنا المagnetic dipole اللي هو طالع على face area ده هو barrel لل flux فطرى ما barrel اللي يبقى الانجل بزيره لكن هنا المagnetic dipole وهو طالع من الفيس اريا بربندكلر عليها فالانجل بين وبين flux 90 فهقعد ب sine 90 هيديني الكيس بيان فناخد بالنا هو مديني الانجل ما بين الكويل وال flux ولا ما بين دايبل وال flux لو مديني الانجل ما بين دايبل وال flux هحط الانجل سين للانجل لو مديني الى ما بين الاريا او الفيس اريا او الكويل اريا وال flux هستخدم الكوزين لو حد عنده اي سؤال يبعتلي على طول على واتساب من الرقم موجود عندكم السلام عليكم اشتركوا في القناة